موسيقى معارك عنيفة في الرقة والنظام يقصف أرياف حماء والمعارضة ترد القوات تتقدم والطيران يقصف معركة تلعفر تنتظر ساعة الصفر وتحذير وترهيب تهديد وواعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على أشده أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ علنت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الثانية من معركتها للسيطرة على مدينة الرقة مشيرة إلى أن تنظيم داعش لجأ إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في محاولة منه لمنع التقدم وكبدت قوات سوريا الديمقراطية مسلحي تنظيم خسائر فادحة وقتلت نحو مائة مسلح خلال المعارك الأخيرة في المدينة وقال عسكريون إنه من المتوقع أن تشتد المعارك في الفترة القادمة بعد إطباق الحصار على التنظيم في السياق ذاته تمكن مقاتل قوات سوريا الديمقراطية من تدمير عربتين مفخختين في حي البريد في مدينة الرقة قبل أن تصيلا إلى هدفهما وقتل أربعة من أفراد داعش خلال اشتباكات عنيفة شهيدها الحي وسيطرت قوات غضب الفرات على كميات من الأسلحة والذخائر خلال عملية التنظيف والبحث في حي نزلة شحادة في الوقت الذي تستمر فيه اشتباكات قوية بين الطرفين في عدة أحياء من مدينة الرقة من جهتها تعرضت أرياف حماء الشمالية والغربية الخاضعة لسيطرة المعارضة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام ما استدعى المعارضة بالرد على القصف وتعرضت مدن كفرزيدة واللطامنة وقرية الزكاة في الريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات النظام في حين قصفت فصائل المعارضة مواقع قوات النظام في بلدتي تلسكين وسلحب في ريف حماء الغربي بصواريخ لقراد في العراق اعترف تنظيم داعش بقتل أحد قياديه المدعو هيثم الطرازي قرب الحدود الإدارية بين محافظتي ديالة وصلاح الدين وقال انه كان يتبوأ منصب مسؤول فرق الاستطلاع للتنظيم في منطقة ديالة وكانت عمليات دجلة كشفت عن قتل أبرز قادة تنظيم داعش في مطيبيتشا قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين الذي يمثل هدفا مهما للقوات الأمنية تستعيد القوات العراقية لعمليات تحرير قضائة اللعفر الذي أعلنه قادة داعش الأجانب ولاية مستقلة عن ولاية نينوى حيث دخلت قيادة هذه الولاية الجديدة صراعا وتنحرا مع قيادة التنظيم المحلية وقبيل انطلاق عمليات التحرير لابد من التعرف على التركيبة الجغرافية والديمغرافية لهذه المدينة التفاصيل مع الزميل أحمد الرحاوي تقع تلعفر بين سنجر والموصل وتبعد حوالي سبعين كيلو مترا شمال غربي نينوى وهي من كبرى مدن المحافظة تضم سبعا وأربعين قرية وتقع على أطرافها منطقتان هما العياضية والمحلبية احتلها داعش في نفس الفترة التي احتل فيها قضاء سنجار منتصف حزيران من سنة 2014 وتعد تلعفر من المدن ذات الغالبية التركمانية في العراق يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة نصف سكانها من التركمان الشيعة والنصف الآخر ينقسم إلى مكونين هم عرب وتركمان سنة الألاف من سكان تلعفر نزحوا منها بعد احتلالها من قبل داعش وحركة النزوح مستمرة حاليا من دون أن يتمكن داعش من السيطرة على هذا النزوح الأول استغلال أهالي المدينة تناحر قيادتي التنظيم المحلية والأجنبية أما الثاني فهو استماتة المدنيين للهروب خشية تغرضهم لمخاطر المواجهات المسلحة ستشارك التشكيلات العسكرية البرية الآتية في معركة تحرير تلعفر من احتلال داعش جهاز مكافحة الإرهاب العمليات الثانية الفرقة الخامسة عشر من الجيش العراقي في قوات الرد السريع أيضا من الشرطة الاعتحادية العراقية إضافة إلى بعض فصائل الحشد الشعبي أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوان وردين قبلان معلومات أفادت بأن داعش يشهد تناحرا في صفوفه وحول قيادته التي قال إنها انقسمت إلى قسمين في تلعفر أحدهما يقوده القادة الأجار في التنظيم والثانية ضم قادة محليين مضيفا لأخبار الآن أن هناك انهيارا كبيرا فضلا عن عدم سيطرة داعش على الأسر التي نزحت بعد أن تخلصت من ظلمه وفرضه حصارا اقتصاديا عليهم متوقعا أن يتم تحرير قضاء تلعفر والعياضية والمحلبية غربي الموصل في وقت قياسي بعد الانقسام الكبير الذي شهده داعش قبل انطلاق عمليات تحرير هذه المدن أنا بتصوري أن هناك انهيار كبير في صفوف داعش هناك تنافس أو تناحر بين الدواعش الأجانب والدواعش المحليين من العراقيين في داخل مدينة تلعفر هناك الكثير من الأمور كانوا يفرضوها على الأهالي في خارج مدينة تلعفر في القرى الأهالي الأبرياء أغلبهم في القرى المجاورة لمدينة تلعفر هذه الأمور أصبحوا لا يستطيعون فرضها حاليا هناك الكثير من الإرباك والفوضى العارمة الذي حل بهذا التنظيم المجرم في داخل تلعفر قبل بدء المعارك وكيف إذا بدأت أنا بتصوري سوف يكون تحرير عمليات تحرير تلعفر سهل جدا لأن هناك انهيار كامل بين صفوف الدواعش ومثل ما ذكرت هناك تناحر واقتتال بين الدواعش الأجانب والدواعش المحليين للكثير من الأمور قد تكون صلاحيات ومناصب أو قد تكون بسبب الأموال وإلى آخر إن شاء الله بأسهم بينهم والتحرير سوف يكون سهلا جدا وأيضا حتى في منطقة المحلبية هناك انهيار كامل في داخل المحلبية بين صفوف الدواعش وهناك كما ذكرت مثل ما حصل في تلعفر هناك الكثير من الأمور كانوا يفرضوها وقد من حصار اقتصادي وعدم القبول بخروج الناس الأبرياء اليوم داعش فقدت السيطرة على الأهالي الذين كانوا يرومون استخدامهم كدروع بشرية بالتالي عمليات التحرير المحلبية وتلعفر والعياضية سوف يكون سهلا جدا بسبب النيار الذي حصل بين الصفوف تنظيم داعش الإرهابي قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء إن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جراء إبادة جماعية ضد مسلمين ومسيحين وأزيديين في المناطق التي احتلها في العراق وأكد أن حماية هذه المجموعات وغيرها هو حماية لحقوق الإنسان وهو أولوية في إدارة ترامب مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة من أجل حماية الأقليات الدينية من الهجمات الإرهابية والمحافظة على إرفها الثقافي على حد تعبيره من المنطقة التي كان يعد فيها داعش ضحاياه الذين رفضوا احتلاله وعارضوا إجراءاته القمعية وهي ساحة الزهور شرق مدينة الموصل أطلق شباب مصديون حملة لإزالة ما خلفه هذا التنظيم من دمار وخراب في محاولة لإخفاء جرائمه الإرهابية قبيل وصول القوات الأمنية العراقية لتحرير هذه المنطقة مراسلنا ويسام يوسف والتفاصيل بإصرار يستمر الشباب الموصل بإعادة تأهيل مدينتهم التي تحررت من احتلال داعش لتواصل إطلاق عملات شعبية لإزالة مخلفات الحرب ولكي تطوي هذه الصفحة التي أحثت فيها داعش بالموصل خرابا ودمارا بعد ثلاث سنوات من احتلالها قام فريق نخوى الشباب مينواء اليوم بتنظيم دورة النعفورة الدورة المعروفة بالزهور اللي خلى داعش بها اسفلت وشعالة قمنا بتنظيفة تعاون مع بعض المنظمات والشباب من أهال الموصل والمتضوعين المستقلين هنا ما تسمى لدى الموصلين بدورة النعفورة في منطقة زهور الشرقية الموصل كان داعش يعدم فيها ضحاياه ومن يعارض إجراءاته القمعية واحتلاله للمدينة وقبل بدي عمليات تحرير المدينة ملأها بالنفط وأحرقها محاولا حجب رؤية السلاح الجو العراقي وطائرات التحالف الدولي عن تحركات مقاتلي تنظيم داعش يستخدمها يخلي السفيت حتى يغطي الطيران في المعارك من كانت هنا قمنا بتنظيفها وإن شاء الله الموصل أحسن أحسن ونطالب من حكومات المحلية أنه تجي تعيد عمارها داعش في هذه المنطقة وحول الناثورة كان يستعرض مقاتليه ومعداته العسكرية مرارا كما استخدمها في مرات عدة لإعدام مواطنين أبرياء إلى جانب إجباره أصحاب المحل التجارية القريبة والمتبضعين على التجمع لمتابعة إعدامهم مواطنين أبرياء عقابا على رفضهم إياه الحمد لله اليوم قمنا ونرجو من الحكومة عادة تأهيلا من جديد وما بأذاك الأضرار الفيرة شيء بسيط إن شاء الله الحمد لله قمنا اليوم بتنظيفها وإن شاء الله سترجع كما كانت أحسن من قابلنا إن شاء الله الموصل وبهمة أبنائها مستمرة في نفض غبار داعش وما خلفه فيها من دمار بعد ثلاث سنوات عجاف من احتلالها كما سعى أهلها إلى محو أي إشارة ترمز إلى هذا التنظيم الإرهابي وأفكاره الهمجية من جميع شوارعها وساحاتها ومعالمها لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن اليمني تستعد قوات النخبة اليمنية للإنقضاض على ميليشيا الحوثي في معقلها والسيطرة على مدينة سعدة شمالي اليمن وكشفت مصادر عسكرية عن تشكيل قوة خاصة للسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في إطار التحضيرات الحاسمة لإقتحام مدينة سعدة وقالت المصادر إن قوات النخبة التي تستعد للهجوم مؤهلة تأهيلا عاليا على عملية الاقتحام والتدخل السريع والحرب الخاطفة والإنزال المظلية قال مسؤول سعودي إن المملكة لم تطلب أي توساطة بأي شكل كان مع إيران مشيرا إلى أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارا عن الصحة جملة وتفصيلا وأكد المصدر بحسب ما أوردت وكالة واس تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كاي هايلي إنه يجب تحميل إيران مسؤولية إطلاق أي صواريخ في المستقبل ومساءلتها في دعمها للإرهاب وفي عمليات انتهاك حقوق الإنسان من خلال مجلس الأمن جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس الإيراني حسر روحاني في وقت سابق التي قال فيها إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية خلال الساعات إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران أكد وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله على الجهد الأمني الكبير الذي يبذل لتأمين أمن العاصمة مقديشو بمشاركة عدة غطاعات تستادف بؤر الإرهاب وتحدث عن جهود مكثفة تجري على قدم وساق بهدف تسريع إعادة بناء الجيش الصومالي يؤدي مهمه بشكل كامل بعد خروج قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد هناك خطوات مهمة نحو تحقيق أمن العاصمة فمنذ شهر رمضان الماضي تم تشكيل قوات خاصة لإعادة الأمن والاستقرار في إقليم بنادر وضواحيها هذه القوات الخاصة تتكون من أفرع الجيش الثلاثة مثل الشرطة وأجهزة المخابرات والجيش الوطني تنفذ هذه القوات الخاصة عمليات نوعية في مقديشو حيث تستهدف بؤر الإرهاب في المدينة وحققت هذه العمليات نجاحات واسعة مما أدى إلى الخفض ملحوظ في العمليات التخريبية التي تستهدف المدنيين في العاصمة تم إعلان هذا القرار الجديد في مؤتمر صحفي عقده قيادة الجيش الصومالي بعد إقرار هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة كسمايو جنوب البلاد هدف هذا القرار هو تجفيف منابع تمويل الإرهاب وإرسال رسالة واضحة لكل من يمول حركة الشباب المتطرفة بطريقة أو بأخرى وأود أن أعيد مرة أخرى أن أي شخص يساند حركة الشباب سواء كان دعما ماليا أو استخباراتيا سيمثل أمام القضاء ويعقب على فعله وأود أن أذكر من يدفع لحركة الشباب خوفا منهم أن هذه الجماعة الإرهابية لن تترك مصالحكم التجارية بل يدمرون أموالكم بأموالكم ولهذا السبب يجب أن تقفوا إلى جانب الدولة والشعب الصومالي لمحاربة هذه الجماعات المتطرفة التي لا ترحم أحدا ولا أرى أنه من المنطق أن يرسل التجار مقديش أموالا إلى أصابات تتخفى في المناطق النائية خوفا منهم بل يجب علينا جميعا أن نحاربهم أينما وجدوا هناك جهود مكثفة تجري على قدم وساق بهدف تسريع إعادة بناء الجيش الصومالي ليؤدي مهمه بشكل كامل بعد خروج قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد هناك معسكرة جديدة تم تدشينها مؤخرا لتدريب المجندين الجدد وهناك وحدات جديدة تم تدريبها لمحاربة الإرهاب بشكل خاص وأيضا هناك عملية اندماج كامل في الوحدات المختلفة من الجيش والتي تم تدريبها في بلدان مختلفة من العالم كأوغندا وأثيوبيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرهم وأنا واثق أن الجيش الصومالي سيكون قادرا على حماية البلاد من المنظمات الإرهابية والتي تمثل عائقا أمام استقرار البلاد ما بني على باطل فهو باطل وينتهي بالفشل الصراع الدائر بين حركة الشباب ليس ولد اللحظة بل تم اغتيال بعض مؤسسيها من قبل زملائهم وتم اعتقال بعضا منهم في سجون سرية كما هرب الكثير من المقاتلين الأجانب إلى خارج البلاد بعد اتهامهم بالتجسس لصالح دول أجنبية وهناك مئات من المنشقين سلموا أنفسهم إلى الحكومة الصومالية لذا أود أن أقول أن هذه الحركة تمر بمرحلة عصيبة وأن على الشباب المقاتلين في صفوفها أن يراجعوا أفكارهم بشكل جيد وأن يسألوا أنفسهم إذا كانت قياداتهم تحارب من أجل الله لماذا يغتالون بعضهم أود أن أشير أولا أن قواعد محاربة الحركات المتطرفة في الصومال تغيرت تماما بعد دحر حركة الشباب المتطرفة من العاصمة مقديشو وبفضل الدعم العسكري والتدريبات الخاصة من قبل حلفائنا أصبح الجيش الصومالي قادرا على شن هجمات نوعية ضد معسكرات وبؤار يختفي فيها قيادات عليا للحركة الإرهابية قالت الصين أن أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية باتت عند منعطف مشددة على أن الوقت حال للعودة إلى طويلة المفاوضات وتأتي هذه التصريحات في وقت تراجعت فيه حدة التصعيد الكلامي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من جهته قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن السيول تريد تجنب حرب جديدة بأي ثمنة من جهتهم قال مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية إن كوريا الشمالية تملك القدرة على إنتاج محركات الصواريخ مؤكدين أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن بيونج يانج لا تحتاج إلى الاعتماد على استيراد المحركات وذكرت دراسة جديدة أعدها معهد بحثي مقره في لندن أن من المرجح أن كوريا الشمالية حصلت على محركات صواريخ من مصنع أوكراني من شبكات غير شرعية غير رسمية إذن صحبت وطيرة التصريحات المرتفعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية حالة من الجدل حول مدى قدرة الأخيرة على استهداف المدن والقواعد الأمريكية ومدى إمكانية تحول ذلك إلى حرب جديدة بكامل مقاوماتها تقرير الزميل عطاء الدباغ يرسد آخر تطورات الأزمة أي حرب ستتحول إلى حرب نووية؟ هكذا صرحت كوريا الشمالية في رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي دلالتها تشير بأنها غير آبهة لأي قرارات تتمخض عن مجلس الأمن الدولي وأي عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها في إطار مسلسل التعنت المستمر لقوانين وقرارات المجتمع الدولي حرب كلامية تتصاعد وطيرتها شيئا فشيئا بينما تدعو كوريا الجنوبية الولايات المتحدة إلى مساعدتها في منع اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية آخر تطورات هذه الأزمة تقول بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أرجع إطلاق صواريخه صوب جزيرة غوام الأمريكية بعدما كان قد تسلم تقريرا من الجيش بشأن خطط إطلاق الصواريخ لكن الرد الأمريكي جاء على لسان وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي حذر من أن الوضع قد يتصعد إلى حرب في حال أطلقت بيونغ يانج صواريخها على الولايات المتحدة سولة التي تحاول تخفيف التصعيد بين البلدين يزورها حاليا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد الذي أكد على الجهود الدبلوماسية حلا للأزمة لكنه لم يستثني الخيار العسكري في حال فشلت العقوبات ضد بيونغ يانج وفي الحديث عن العقوبات فقد أصدرت وزارة التجارة الصينية أمرا يحضر دخول مجموعة من الصدرات من كوريا الشمالية بموجب العقوبات الإضافية التي فرضتها الأمم المتحدة وأعلنت في وقت سابق من شهر آب أغسطس الجاري وتأتي العقوبات ردنا على إجراء كوريا الشمالية مجموعة من الاختبارات الصاروخية وزيادة تهديداتها العسكرية اعتزام بيونغ يانج إطلاق صواريخ صوب غوام والحديث عن حرب نووية صعد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وقد يفرط عليها عقوبات دولية جديدة ويزيد من عزلتها نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير أنجحوا الأندية بالاستفادة من الصفقات ليس برشلونة أو الريال بل بنفيكا الفرتغالي حيكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها انتشار العنف يؤثر في الأداء المدرسي للأطفال الأصحى جاء في تفاصيل الخبر كشف دراسة أمريكية حديثة النقاب عن أثر العنف والجريمة في المجتمع على الأداء الأكاديمي للطلاب في المدارس إذ أوضحت أن العنف يؤثر على نوعية النوم ويساعد في إفراز هرمونات من شأنها أن تحدث خللاً في الأداء الدراسي اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية تناول العنب يومياً يحمي القلب والشرائين ويساعد في منع تلف الخلايا كشف دراسة جديدة أن تناول العنب مع العشاء يمكن أن يقلل من خطر الموت من جميع الأسباب خاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية وأضح الباحثون أن العنب الأحمر غني بمواد مضادة للأكسدة التي تساعد في منع تأكسد الخلايا وتلفها ونطالع من صحيفة الغد الأردنية حقيبة اليد الثقيلة تهددك بألام الظهر خلص أطباء لأن حمل حقيبة اليد الثقيلة على كتف واحد فقط باستمرار قد يتسبب في الإصابة بشد عضلي وألام بالظهر بالإضافة إلى الإصابة بالصداع ونوبات الصداع النصفي ولتجنب هذه المتاعب ينبغي حمل حقيبة اليد الثقيلة على الكتف الأيمن تارة والكتف الأيسر تارة أخرى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نشاط الأطفال يحد من التدهور المعرفي عند الكبر أظهر دراسة كندية حديثة أن النشاط البدني في مرحلة الطفولة قد يساعد الدماغ على بناء احتياطي معرفي يمنع الإصابة بالتدهور المعرفي عند الكبر وتنصح منظمة صحة العالمية الأطفال والشباب بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميا وختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية رفة الجفن مشكلة بسيطة أم مقلقة تعد تشنوجات الجفن من الأمور الشائعة التي تحدث مع عدد كبير من الأشخاص لكنها في كثير من الأحيان قد تكون دليلا على علة أو مشكلة ما ويقول الأطباء أن التخلص من هذه التشنوجات يكون من خلال تخفيض كمية تناول الكافاين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا أمل جديد لمرضتها بالمفاصل يجانبهم الإصابة به بخطوات بسيطة تفاصيل أكثر حول هذه الدراسة مشاهدين مع الزميل عمير عبدالله المختص بالملف الصحي في أخبار الآن التهاب المفاصل في الركبتين هو مرض يمكن الوقاية منه هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة أجرها باحثون في جامعة هارفرد الأمريكية الباحثون قالوا إن هذا المرض أصبح يصيب كثيرا من الناس بسبب انتشار البدانة وتغير نمط الحياة خاصة في النظام الغذائي وأنواع الأحذية المنتشرة في الأسواق ففي بريطانيا مثلا يؤثر مرض هشاشة العظام على ثمانية مليون وثمانمائة ألف شخص تزيد أعمارهم عن خمسين وأربعين سنة وبحسب أطباء فإنه يمكن تجنب الإصابة بالتهاب المفاصل بخطوات بسيطة وهي أولا ممارسة الرياضة بانتظام سواء لتقوية العضلات أو الحفاظ على اللياقة البدنية ثانيا إذا كانت مفاصلك تؤلمك امنحها بعض الراحة قبل ممارسة التمارين الرياضية ثالثا يجب الحفاظ على الوزن الصحي أو فقدان الوزن في حال الوزن زائدا رابعا تجنب الحركات التي تؤثر في المفاصل مثل الركوع المفرط أو الالتواء أو رفع الأوزان الثقيلة خامسا حافظ على انتظام مستويات السكر في الدم إذ أظهرت أبحاث أن مرض السكري يعد عاملا خطيرا في الإصابة بالتهاب المفاصل من الصحة إلى الرياضة إذ ارتفع حجم الإنفاق على صفقات اللاعبين في الفترة الأخيرة ووجدت كثير من الأندية تدفع مبالغا باهظة من أجل التعاقد مع لاعبين صحيفة آس الإسبانية نشرت تقريرا عن أكثر الأندية الأوروبية التي استفادت من بيع لاعبيها بمبالغا باهظة وجاءت قائمة الأندية كالتالي لا طالما تبحث الأندية العالمية والأوروبية تحديدا عن الاستفادة من الصفقات التي تبرمها مع اللاعبين خصوصا مع قرب انتهاء المركات الصيفي الذي يسبق خوض الفرق الموسم الجديد صحيفة آس الإسبانية نشرت إحصائية تظهر أقوى الأندية التي نجحت بالفعل في الاستفادة من بيع لاعبيها في السوق وكانت المفاجأة ابتعاد الأملاقين برشلونة ورير مدريد عن المراكز الأولى ووفقا للقائمة فقد احتل فريق بنفك البرتغالي المركز الأول من بين الأندية التي تابع اللاعبين خلال فترات الانتقالات الرسمية ويستفيد بشكل كبير بامرام تعاقدات جديدة مع اللاعبين إذ استفاد النادي البرتغالي من صفقاته بمبلغ قدر ب727 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية في المركز الثاني حل فريق بورتو البرتغالي أيضا باعتبار أن الأندية البرتغالية تحسن التصرف مع اللاعبين من خلال استقطابهم وخطف المواهب الكبيرة في أمريكا الجنوبية وجمع بورتو وفقا للقائمة 721 مليون يورو فيما حل ثالثا فريق تشيلس الإنجليزي متقدما على فريق توتنهام هوتسبير الرابع بينما حل فريق ليفربول خامسا وأتلاتيكو مادريد سالسا ويوفينتو السابعا اسم ريال مادريد ظهر في المركز الثامن وهو مركز متأخر بالنسبة لقيمة النادي الإسباني فيما اختفى العملاق الكتالوني عن قائمة العشر الأوائل لاعتبر برشلونة أحد أكثر الأندية فاشالان في الاستفادة ماليا من التعاقدات وفقا لصحيفة آس الإسبانية وفي خبرنا الأخير كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونال ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيان لويجي بوفون وسيتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2016-2017 في الرابع والعشرين من شهر أب أغسطس الجاري على هامش قرعة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا وقبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين معارك عنيفة في الرقة والنظام يقصف أرياف حما والمعارضة ترد القوات تتقدم والطيران يقصف معركة اللاعفر تنتظر ساعة الصفر وتحذير وترهيب تهديد ووعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على أشده بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين الكرام بعد قل من نصف ساعة في مجسد الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة